نقش وزير التموين شريف فاروق في اجتماعه مع مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية لمدة تزيد عن 6 أشهر وأكد وزير التموين أن تأمين احتياطي استراتيجي لفترة طويلة من السلع ومنها الأقماح والزيوت والسكر واللحوم المجمدة والتزجة والدواج يمثل ضرورة قصوى مشددا على مراجعة خطة الاستيراد والتوزيع لضمان تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وفعالية مع الحفاظ على الأسعار في مستوى مناسب كما أشار إلى متابعة تدفق الأقماح المستوردة وفقا للبرنامج الزمني المخطط مؤكدا على التنصيق الكامل بين جميع القطاعات لضمان وصول الدعم والسلع الأساسية للمواطنين